ينظم إلينا من رام الله محمد هواش الكاتب والباحث السياسي أهلا بك أستاذ محمد على شاشات الغد بداية لماذا يصر نتنياهو على دخول رفح وقوله أنه حتى لو كان هناك مفاوضات وتم التوصل إلى التهديئة هذا لن يثنينا عن الدخول إلى رفح بعملية عسكرية مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين أعتقد بأن بنيمينة نتنياهو كما يعلن بصورة دائمة أنه من دون دخول رفح فإنه يعتبر أن حماس هي التي انتصرت وأن إسرائيل هي التي خسرت يريد أن يدخل منطقة رفح معتقدا بأنه يستطيع تصفيد كل جيوب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والانتصار عليها وربما أيضا إضافة إلى الأهداف البعيدة المتعلقة بصراعاته الداخلية مع الأحزاب المعارضة في إسرائيل بأنه يريد إطالة أمد هذه الحرب إلى أقصى قدر ممكن ومحاولة تحقيق ما عجزة عن تحقيقه الإسرائيل بخلال الأربع شهور الماضية إذن هو يراهن سيد محمد على تدمير حماس والمقاومة واقتلاعها أيضا من المشهد وهذه نقطة مهمة هل هو قادر على فعل ذلك على اقتلاع المقاومة من المشهد حتى ما بعد الحرب نعم هذا سؤال مهم جدا وأعتقد بأنه يعني هو يلخص يعني كل المشهد ويلخص كل يعني الصراع من دون تسوية سياسية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بأمن وسلام لا يمكن على الإطلاق يعني القضاء على كل أشكال المقاومة بصرف النظر إن كانت حمسوية أو غير حمسوية أو فتحوية أو حتى مقاومة جديدة حتى لو استطاعت إسرائيل القضاء على حركة حماس الآن في هذه المرحلة أو مقاومة حركة حماس بشكل أدق فإن مقاومة أخرى سوف يعني تكون موجودة وسوف تقاوم الاحتلال الإسرائيلي ولن تستطيع إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه خلال 75 عاما من تحقيقه الآن بمعنى أن المقاومة والمطالبة الفلسطينية بحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية لن يتوقف على الإطلاق لا بالقضاء على حماس ولا بالقضاء على أي فصيل آخر أو حتى على السلطة الفلسطينية التي يحاصرها بنيمينة نياهو حتى الحملات على المدن يعني يحاول يحاول اسقط المدن والقرى والبلدات الفلسطينية يعني في الضفة وفي القدس المحتلة أيضا نشاهد هناك هجمات مسعورة ضد الفلسطينيين والدخول بحرب مفتوحة أيضا إلى أين يمكن أن يصل المشهد في الضفة؟ أعتقد أيضا هناك نقطة جوهرية في هذا الموضوع تتعلق برؤية الإسرائيليين الإسرائيليين يريدون الانتصار في قطاع غزة من أجل الهدف الرئيسي والهدف البعيد والهدف الكبير وهو السيطرة على الضفة الغربية لا توجد مطامع إسرائيلية غير توفير الأمن في منطقة الجنوب بينما لهم أطماع تتعلق بالأرض والتعلق بالمستقبل والتعلق بمصادر المياه ومصادر الثروات الأخرى الزراعة والعمق الديمغرافي في هذه المنطقة تريد إسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وإلحاقها بإسرائيل واعتبارها جزء من أرض إسرائيل الكاملة كما يقولون وبالتالي كل المعارك تجري على مستقبل الضفة وليس على مستقبل قطاع غزة إسرائيل تقوم اليوم يعني خلال الأيام الأخيرة قامت بتسليح عدد كبير من المستوطنين والمدنيين الإسرائيليين بغيت تعزيز الاعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في مناطق مسافر رياطة والأغوار الشمالية وداخل المدن الرئيسية الفلسطينية في منطقة نابلس تحديداً ومنطقة رامالله ومنطقة أريحة وهذه المناطق التي يوجد بها مستوطنون يقومون بمحاولة إغلاق الأبواب وإغلاق الحواجز وإغلاق وخنق المدن وخلق التجمعات السكانية الفلسطينية والاعتداء عليهم من خلال محاولات زرع بؤر استطانية في محيط مدينة نابلس وأيضاً قلقيليا ومعظم المدن في الضفة الغربية وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين الذين يمنعونهم من التحرك على الطرقات العامة بين المدن ويمنعونهم أيضاً من زراعة أراضيهم وحقولهم وأيضاً من رعي وتربية الماشية في مناطق الجنوب ومناطق الأغوار إذن أثمان مكلفة أستاذ محمد يدفعها الشعب الفلسطيني تجعلنا نفكر بأنه لا يكفي العزفة على صمود الشعب الفلسطيني لا يكفي الحديث عن أو العزف على وتر قوة إرادة الشعب الفلسطيني لا بد أن يكون هناك أيضاً يعني بالتوازي مع صمود وبطولة الشعب الفلسطيني تحركات أخرى ما هي؟ نعم أعتقد بأن صمود الشعب الفلسطيني والتمسك تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وبالدفاع عن حقوقه بصورة دائمة يدفع يعني الإسرائيليين ويدفع المجتمع الدولي يدفع العرب والمسلمين الذين يتحركون بقوة في هذه الفترة في هذه الأيام ومن أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أعتقد بأن هذه النيات الإسرائيلية المبيتة ضد الفلسطينيين تثير بصورة دائمة المخاوف والهواجس فيما يتعلق بأمن المنطقة بأكملها وبالتالي هناك تحركات جدية جدا من قبل الدول العربية والدول الإسلامية قد لا ترتقي إلى المستوى الذي يريده الفلسطينيون والذي يريده الرأي العام ولكنها مهمة جدا في وقف الأطماع الإسرائيلية عند حدها ودفع المجتمع الدولي إلى التفكير بصورة مختلفة وتغيير الاتجاهات نحن نرى حتى وإن كانت لأسباب تكتيكية ولأسباب تتعلق بانتخابات في الولايات المتحدة نحن نرى تغيرا في الرأي العام الدولي نحو وقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل من أجل تغيير الاتجاه التلثاء القادم أيضا القاهرة أمام محكمة العدل الدولية لتفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي برأيك هل تكون مثل هذه التحركات ورقة ضغطة على نيتنياهو الذي هو بطبيعة الحال لا بقانون دولي ولا بمبادئ إنسانية حتى أخلاقية هذه تحركات مهمة جدا أولا المحكمة العدل الدولية سوف تنظر غدا أو تبدأ غدا في النظر في طلب الجمعية العمومية فتوى في موضوع ما هي الاحتلال ما هي علاقة إسرائيل بهذه الأرض هي محتل دائم محتل مؤقت يسيطر أمنيا أم يسيطر يريد أن يستولي بالكامل على الأرض ويطرد السكان يريد تريد الفلسطينيون طلبوا من الجمعية العمومية هذه الفتوى والجمعية العمومية وافقت على طلب من محكمة العدل العليا يعني النظر في هذا الموضوع وأعتقد غدا ستبدأ يعني هذه المداولات وربما تمتد لفترة يعني ولكن الفلسطينيون ينتظرون موقفا وفتوى حتى وإن لم تطبقها إسرائيل ولكنها تشكل جزءا من الحقوق المؤترف بها على المستوى الدولي وتشكل ضغطا أخلاقيا على المجتمع الدولي وعلى الغرب الذي ينادي بحقوق إنسان فقط لمن يتحالف معهم أو من يدافع عنهم وليس بصورة مبدئية يشكل ضغطا الرأي العام الدولي يتغير بصورة ملموسة على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية جيل الشباب لا يتعامل مع تدفق الأخبار الرسمية هل نحن أمام فرصة خنوات التلفزيون والخنوات الرسمية هل نحن أمام